علاجة بفن ورقة صفحة مزالة من الكتاب نحكيه على الكتاب نحكيه في عالم الكتاب نحكيه على كتب الصمت أكيد سمعت به الناس كل النرويجي ينفسها الفئس بجائزة نوبل الأداب لـ 2023 نحكيه على الكتب المسرح نرويجي ينفسها لأعمل نحكيه على عمله المبتكر لأعطى صوت من لا يمكن البوح به بحسب أعلان الأكاديمية السويدية القائمة على المكافأة العريقة نهر الخميس في ستوك هولوم فشكونه هو الملقب بكتب الصمت ذو التوجه للنخبة بما نتوقعش أنه لم أتوقع أن نحصل على الجائزة اليوم الكلمات هذوما أعبر الكتب المسرح نرويجي ينهر الخميس على السعادة الكبيرة لي بعد ألمه بفوز بجائزة نوبل الأداب كلمة الأكاديمية السويدية الكتب البلغ من العمر 64 عام لمسرحية المبتكرة وأعمل له نثرية التي تعطي الصوت لما لا يمكن البوح به يون المولود في 29 سبتمبر 1959 في النرويج هو كاتب متنوع الاهتمامات ذو التوجه نخبوي مع هذا فهو من أكثر الكتاب الأحياء التي تؤدي مسرحياتهم في أوروبا حتى كشنر المقلة الأمين الكاتب للأكاديمية السويدية ما تسمعلم بعد الإعلان عن هوية الفائز أنه يون نفسها اتلقى أنه حين كان يقود السيارة متاعه عبر الريف باتجاه المذيق البحري شمال بيرغن في نرويج وقال كاتب في أحد الإذاعات في العصمة النوريجية نرويجية لقد فجأت وقتل التصلبية لكن لم تكن المفاجأة كبيرة في الوقت نفسه وزيد قال أنه كان حاضر ويحضر في روحه بحضر خلال السنوات العشر الماضية لحقيقة أن الأمر هذا يمكن أنه نجميسي لكن صدقني لم أتوقع أن أحصل على الجائزة اليوم حتى لو كانت هناك فرصة هكالكلمة تمتعه كما زاد قال في بيان أشعر بالسعادة الغامرة والامتينانة واعتبر أن هذه الجائزة جائزة الأدب ليهدف قبل كل شيء إلى أن أكون أدبيا من دون أي اعتبار آخر وبرز فوسة ككاتب مسرحي على الخشبة الأوروبية بفضل مسرحية سامونيس جوين تو كام لحقة شعبية كبيرة بنسخة لأخرجها للمسرح كلود ريجي في عام 1999 في باريس وانحظت أعمال كثيرة لإعجاب النقاد نحكي على فوسة لانشأ في بيئة قريبة من الحركة اللوثرية تقوية مع جماعة الكويكرز جمعية الأصدقاء الدينية وان كان نشط من أجل السلام في وياسيري في الوقت نفسه لكنه ما كانش بتواجه الديني هذا إذا كان يصنف روحه بأنه ما هوش مع أي توجه ديني ولا أي توجه سياسي يهزف على الغتار ضمن فرقة روكينغ تشير قبل أنه يعتنق خيرا الإيمان الكاثوليكي في فترة متقدمة من حيته بالتحديد في عام 2013 بعد أنه تلقى دراسات أدبية وانتلق فوسة في المجال الأدبي في عام هي رواية عن شاب يصفي حسابته على الحركة التقوية كما أنه أسلوب القصة الزخر بالإسقاطات الزمنية مع جملة وجهتنا ظر متناوبة استحال علامة الفريقة وكانت الأكاديمية السويدية التي تعرفها عن فوسة يتكون عن عمل ضخم المكتوب بلغة النينوريسك أحد الأشكال المكتوبة للغة النرويجية لغة مجموعة واسعة من الأنواع من عدد كبير من المسرحية والربعيات والمجموعات الشعرية والمقارات واكتب الأطفال وكتب الأطفال والترجمة نحكي على الحس الابتكاري بنفضح رئيس لجنة جائزة نوبل الأداب أندروس أولسون أنه فوسة يتمتع بحس ابتكاري من خلال قدرته على استحضار فقدين البوصلة والطريقة اللي يمكن من أنه يتيح له للمفارقة الوصول إلى تجربة أعمق مثل سلفه اللامع في أدب النينوريسك تاري في ساس ليجمع فوسة في أعماله بين الروابط المحلية القوية واللغوية والجغرافية والتقنية الفنية الحديثة هذا بحسب اللجنة ويتشارك فوسة في أعماله المشابهة لأعمال سامويل بيكيت في الرؤية المتشئمة لأسلفه بمن فيهم توماس بيرنهاد وجورج تراكل بحسب سيرة يون فوسة اللي نشرتها الأكاديمية وفي أحدث أعماله نحكيه على سبتوغيين بالنسخة الأصلية وهي سبعية مقسمة إلى ثلاث مجلدات ويكتشف فوسة لقاء رجل مع نسخة أخرى في نفسه لإثارة أسألة وجودية وكانت آخر مرة منحت فيها جائزة نوبل في الأدب للنرويجي عام 1928 وقت اللي فازت بها الكاتبة سيغريد أوندست ويون فوسة هو النرويجي الرابع اللي يفوز بالجائزة الكبيرة هذه وفي العام الماضي مشيت جائزة إلى المؤلفة الفرنسية أني إيرنو في عمل يروي تحرر إمرأة أصول متواضعة من ولد أيقونة نسوية نحكيه على كتاب يحكي على يحكي على من صوت له كتاب مليء بالمفردات مليء بالتعابير مليء بالأحاسيس هذا حسب ما وصفوها النقاد نحكيه على كاتب بعنوان كاتب تعرف أكثر بكاتب الصمت نحكيه على إنسان يكون الشهر العالمية الكبرى ولكتب متاعه لتصل صداها إلى العالم كل لليوم موجودة في المكتبات الكبرى في العالم نحكيه على كتاب لليوم موجود مخلط حتى في تاريخ مكتاب وثائقي في بعض الأحيان يكون يتم تدريسه في بعض المعاهد الكبرى والمعاهد العالية للأدب في العالم أكيد فيكم برشا اللي مهتم بالشأن الأدبي ومهتم بالكتابات الأدبية أكيد عنده فكرة للموضوع دايقو خليني زادا نقول لكم زادا أن تنجموا تلقاوا للكتاب موجود زادا كيف كيف على الانترنت لكن غير هذية قول لكم ديما تنجموا تلقاوا تنجموا تلقاوا تأخذوا الكتاب خطر روحوا وحدها كتاب مليئ بالمفردات مليئ بالمعاني مليئ بالتعابير الممتازة لعديد المواضيع دايقو نجموا تلقاوا يون فوصة زادا كيف كيف على الانترنت على البلاتفورم الكبيرة متاعو للكتوبة متاعو كل موجودة جرتوية مع تنجموا تلشارجيوها تنجموا تلشاريوها من المكتبات هذا بتبعها للثقافة الأدبية والثقافة الفكرية في العالم يا الحسين نرجع بكم للموزيكا 26 و 22 دقيقة نمشو بكم السيمبول يغنينا أعب هو وإنها تدسيت عليك بفهمها